تواصل مصر جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح البرية رغم التعنط من الجانب الإسرائيلي والذي يقوم بإغلاق الجانب الفلسطيني من المعبر المزيد يطلعن عليه مراسل التلفزيون المصري كريم ببرس تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام بوابة معبر رفح المصرية ننقل لكم الصورة الخاصة بالمجهودات المصرية لنقل المساعدات الإنسانية بمختلف أنواعها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بعد توقف داما لمدة ثلاثة أيام منعت فيها قوات الاحتلال دخول المساعدات الإغاثية بمختلف أنواعها خميس وجمعة وسبت تم منع دخول هذه المساعدات على الإطلاق اليوم هو اليوم الأول في الأسبوع التي تدخل فيه هذه الشاحنات الإغاثية من أمام بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم دخل حتى هذه اللحظة يعني ثلاثة وسبعون شاحنة محملة بيئة المساعدات الإغاثية منها الغذائية ومنها الطبية ومنها المستلزمات اللوجستية بالإضافة لدخول تسع شاحنات للوقود منها خمس شاحنات للسولار وثلاث شاحنات للغاز خرج بالفعل ثلاث شاحنات للسولار بعد أن أفرغوا حملاتهم في الناحية الأخرى وما زالت باقي الشاحنات في انتظار إفراغ الحمولة في معبر كرم أبو سالم والعودة مرة أخرى إلى الأراضي المصرية بالطبع هذه المجودات المصرية مستمرة منذ بداية العدوان على قطاع غزة لكن هذه المجودات لا تقتصر أيضا على المساعدات الإغاثية فقط ولكن أيضا هناك المساعدات التي يتم إسقاطها عبر الجو فمصر ما زالت ترسل هذه المساعدات أطنال من المساعدات تم إرسالها أو إسقاطها جويا على شمال قطاع غزة بعد الحظ التي فرضتها قوات الاحتلال على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة هذه هي الصورة من أمام بوابط معبر رفح المصرية والآن أعود عليكم مرة أخرى